موسيقى الخمسة مساء في القاهرة اهلا بكم اهلا بحضراتكم الى نشرة اخبارية خلال اجتماع وزري الرئيس السيسي وجهه بالاستغلال الامثل لأصول الدولة من الاراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية موسيقى في اليوم الدولي لحفظة السلام الامم المتحدة تشيد بدور نصر كاحد اكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام ومعي لكم في الرياضة الاهل يتوج بالسوبر الافريقي للمرة السابعة في تاريخه ويقلص الفارقة مع ريال مدريد على صدارة اكثر تكويجا بالالقاب القارية موسيقى تفاصيل النشرة اطلع الرئيس عبدالفتح السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية على مستوى الجمهورية خاصة على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التي تحققت من هذه المشروعات كذلك مردودها التنموي والاقتصادي والسياحي مع الوقوف على كل التحديات في هذا الاطار كما تم استعراض جهود استيناف الحركة السياحية جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور خالد العلاني وزير السياحة والأثار ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ووجه رئيس السيسي بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية سعيا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها هذه المشروعات بالأساس كما وجه الرئيس بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة ويبرز جهود الدولة للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية أشهدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا بالدور الذي تلعبه القاهرة كأحد أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام الأممية وذلك بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة هذا وقد أكدت مصر عملها من أجل تحقيق الاتساق بين حفظ السلام وبنائه في إطار رئاستها الحالية للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة أقل سفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية مصر من بين الدول الرائدة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ مساهمتها في مهمة الكونغو عام 1960 وتعد مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام الدولية بأكثر من 3000 جندي من الرجال والنساء وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام عدت وزارة الداخلية تقريرا عن المركز المصري لتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة يضم المركز إمكانات لوجستية وتقنية وتدريبية عالية المستوى تؤهله لتدريب الكوادر الأمنية المحلية والدولية المشاركة في عمليات حفظ السلام تساهم وزارة الداخلية بكوادرها الأمنية في مهام حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إيمانا منها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين في مناطق الصراعات والنزاعات على مستوى العالم لتحتل مصر بتلك المشاركات خلال عام 2021 المرتبة السالثة بين أكثر الدول مشاركة بعناصر شرطية في تلك المهام السلمية الدولية مساهمات الوزارة لم تقتصر على عناصرها بل امتدت إلى إنشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة لتدريب وإعداد الكوادر الشرطية للمشاركة في مهام حفظ السلام انشئ المركز على مساحة 14700 متر مربع ومجهز بكافة الإمكانات العلمية والتدريبية المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بيأهلنا للمشاركة في مأمورية حفظ السلام من خلال دورات تدريبية ورش عمل وبرامج تخصصية وخاصة أن الأمم المتحدة بتقول اهتمام كبير بالمشاركة العناصر النسائية في مأمورية حفظ السلام حيث يضم المركز إثنتي عشرة قاعة تدريبية مختلفة المساحات ذات أغراض علمية وتدريبية متعددة ومتنوعة ومزودة بشاشات ذكية وأجهزة ترجمة فورية كما يضم قاعتين للتدريب على برامج وتطبيقات الحاسب الألي مزودتين بإنترنت فائق السرعة المركز يحتوي على مكتبة ورقية ورقمية غانية بأحدث الإصدارات والأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية بين جنبات المركز توجد قاعة مؤتمرات واحتفالات رئيسية تتاسع لمئتي شخص ومجهزة بأحدث أجهزة الصوتيات والترجمة وقاعة رئيسية للاجتماعات مزودة بوسائل تكنولوجية حادثة كما يضم المركز صالون لاستقبال كبار الشخصيات ورعية عند إنشاء المركز الجانبين المهاري والبدني في إعداد الكوادر الأمنية المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية حيث يضم صالة للألعاب الرياضية وميدان خارجي للتدريب العملي واجتياز الموانع كما يضم المركز ملعبا خماسيا لقرة القدم ويشمل المركز ميدانين رئيسيين هما ميدان الرماية المغلق أنشئ وفقا لأحدث المعايير الدولية للأمن والسلامة وميدان للتدريب على قيادة سيارات الدفع الرباعي في المناطق الوعرة والظروف المناخية المختلفة المركز ضمن ميدانين تدريبية على عام مستوى مجهزة وفق أحدث المعايير للإنتحاك الواقع دال بيآهل الزباط على التعامل الجاية في جميع الظروف المختلفة التي واجهها في دول النزاعات ويوفر المركز إقامة متميزة للمتدريبين تقدم لهم خدمات فندقية متنوعة كما يوجد به عيادة طبية مجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ ويتواصل بإنشاء هذا المركز إسهامات مصر الدولية لتهيئة وتدريب الكوادر الأمنية الوطنية والدولية لآداء مهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين بكل كفاءة وفاعلية أكد دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر بمؤسساتها التنفيذية والتشرعية حققت المعادلة الصعبة في إحداث التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية وحماية مواطنيها واستمرار جهود البناء والتنبيه جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها المستشار جبالي في أعمال الجمعية الثانية والأربعين بعد المئة على الاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت عبر الفيديو كونفرنس حول موضوع المناقشة العامة للجمعية تحت عنوان التغلب على وباء اليوم وبناء غد أفضل ودور البرلمانات في كلمته استعرض جبالي تجربة مصر الفريدة والمتميزة في مواجهة جائحة كورونا وأكد أن عدم عدالة توزيع اللقاحات عالميا من شأنه تجاهل مبادئ العدالة الإنسانية وقواعد العيش المشتركة العالمية أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن نسبة تنفيذ الأعمال الانشائية لمشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العشر من رمضان بمرحلته الأولى وثانية وصلت إلى 84% مشيرا إلى أنه سيتم افتتاحه في احتفالات أكتوبر المقبل تصرحات وزير النقل جاءت خلال تفقده الأعمال الانشائية لهذا المشروع يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدل منصور المركزية التبادلية نافى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة ذكر المركز أنه بتواصل مع وزارة المالية نافى تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة وأوضحت الوزارة أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة مشيرة إلى أنه جار تنفيذ المشروعات القومية لتحديث وميكانت منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسرات المتعاملين مع مصلحة الجمارك وقعت الهيئة العربية لتصنيع تفقية لتأسيس كيان متخصص يلبي احتياجات السوق المحلية من الأبراج المعدنية الخاصة بقطاعات الاتصالات والكهرباء وأكد الفريق عبد المنعمة ترأس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لمقار وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاستعداد للانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة مضيفا أنه تم تفقد مراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التي تمت بمبنى الوزارة الذي يقع ضمن المجمع الوزري وأطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي طلع على ما تم تنفيذه من بنية تحتية تكنولوجية والموقف التنفيذي الخاص بتدريب العاملين وكذا تطوير القدرات البشرية أكد دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة التحول الرقمي التي بدأت اليوم بصامع بنها تمنع تدخل العنصر البشري وأشار إلى أن الهدف من دخول الأنظمة الإلكترونية بصوامع هو حكمة تداول الأقناح بداية من الموانئ وصولا إلى صوامع ثم المطاحن من هنا بدأت منظومة التحول الرقمي بالصوامع بنها التي كانت البداية تفقدها وزير التموين اليوم للإطمئنان على ما تم بها لحكمة التعامل مع الأقماح المحلية والمستوردة دون أي تدخل بشرية كل هذه الدورة النهاردة بقت مميكنة بمعنى صح لا يوجد عنصر بشري إلا العنصر البشري الفني اللازم أنه يقول درجة النظافة دي إيه وإذا كان هيبقى فيه أجهزة بعد كده نستطيع أن نستعين بها بالإضافة إلى أن كل بيانات يعني هعيد تاني بيانات العربية اللي دخلها بقت موجودة بيانات التاجر بقى موجودة بيانات أرقام القومية بقت موجودة بيانات العينة اتخذت ما نسميه QR code العملية دي وبالتالي بقت محفوظة كل هذه البيانات تحت QR code وبالشرح الكافي لتلك المنظومة فإنها تأتي ضمن استراتيجية تشمل دخول 72 سومعة إلى التحول الرقمية العمل جاري وبحسب المسؤولين في 22 سومعة كبداية عندنا 22 سومعة شغالين بنفس الكلام ده وكمان صوامع المواني يعني مش صوامع الداخلية بس لا صوامع المواني لأن احنا حتى الأمح المستورد الكلام ده كله حيبقى مروض بالأمح المستورد والأمح المحلي فشغالين برضو كل صوامع المواني و 17 صوامع داخلية على مستوى الجمهورية عفوا لهذا العطل الفني على أن استكمل باقي التقرير في وقت لحق أكدت وزارة الزراعة أن مصر تطبق برنامجا على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات للمحاصيل الزراعية أضفت الوزارة أن البطيخة المصرية صحي وآمن منشدة رواد وسائل تواصل الاجتماعية حرية دقة والموضوعية لتأكد قبل نشر المعلومات لعدم إثارة القلق بين المواطنين رغم الطفرة التي تشهدها مصر في إنتاجها من المحاصيل الزراعية يردد البعض شائعات حول تعرض البطيخ لمبيدات ضرع الأمر الذي تنفيه وزارة الزراع من خلال معمالها المركزية لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية جمعنا العينات من 11 محافظة وتم دخولها المعمل وتم تكويتها علشان تكون زي ما حدا تشوفت كده الأكواد أنا ما بتعاملش مع مسمى ما بتعاملش مع عميل بعينه أنا بتعمل معرقة من أول ما العين بتدخل المعمل لحد ما بتطلع الشهادة أو تطلع النتيجة بتعمل معرقة العين عندي بتدخل على نوعين من الأجهزة الحديثة جدا اللي هي أجهزة الجي سي ماس ماس والالي سي ماس ماس علشان أتأكد العينة بتدخلش على جهاز واحد علشان أتأكد من المبيدات اللي موجودة فيها وتركيزاتها النتيجة الحمد لله مظهرش خالص في العينات البطيخ أي أثار للمتبقيات المبيدات المعمل الحاصل على اعتمادات الجودة العالمية يضم أحدث الأجهزة وأكثر من مئة باحث على أعلى المستويات المعمل وصل إلى 150 ألف عينة وده رقم كبير جدا يعني أكبر معمل في ألمانيا دكتور شبخت في ألمانيا ده يحللوه 80 ألف عينة من الحل الرب ضعف والمعدل اللي احنا ماشيين به ده إن شاء الله سنران دي نوصل إلى 200 ألف عينة وده إن كل شيء لأن ده يدل أن فيه طفرة حقيقية بدون مبالغة فيه طفرة حقيقية في الحصولات الزراعية احنا مصر وصلنا الأول في الموالح العالم كان أسبانيا نحن بقلنا سنة 270 فده بيستبع إن فيه جهات أخرى بتحلل ورانا يعني فيه جهات أوروبية بصدر أوروبا بصدر يابان بصدر أمريكا فكل هذه الدول مش هتدخل المنتج إلا إذا كان فيه طمونام كامل وتقول وزارة الزراع إن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة جيدة في جميع الأسواق العالمية لأنها تخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل معامل وزارة المعتمدة دوليا للتأكد من سلامتها ومطابقاتها المواصفات القياسية سواء للسوق المحلي أو للتصدير من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغزية محمود العزالي التلفزيون المصرية قال الأمين العام لجمعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إن الأحداث الأخيرة في القدس وغزة وضفة الغربية كشفت أهمية تصدي الإعلام للدعاية المضادة وكشفها الوجهة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي وعنصرياتها أمام العالم أجمع وفي كلمة مسجلة بافتتاح دولة السابعة عشر الملتقى الإعلامي العربي في الكويت أوضح أبو الغيت أن مواجهات الأراضي المحتلة شكلت نقلة كبيرة في توصيل الرسالة الفلسطينية إلى العالم بفضل منصات إعلامية ورقمية مختلفة وأيضا ما يعرف بصحافة المواطن الذي يوثق الحدث وينقله بالصورة الحية لملايين المتابعين وفي سياق ذي صلة ولكن من منظور آخر أكد وزير الدفاع الأمريكي يولايد أوستن لنظيره الإسرائيلي دعم الإدارة الأمريكية للبناء على وقف إطلاق النار الساري مع الفلسطينيين برعاية مصرية من أجل إرساء أمن دائم وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن اتفق مع جانتس خلال اتصال هاتفي على مواصلة تنسيق الوثيق بشأن أولويات الدفاع المشتركة أعلن التحالف العربي في اليمن أنه أحبط هجوما حوثيا وشيكا في البحر الأحمر وأضح التحالف أن الهجوم كان سيستخدم زورقين مفخخين مضيفا أنه تم تدميره هذين الزورقين قبالة مناء دصليف اليمنية استقبل رئيس تونسي قيس سعيد رئيس المجلس الرئاسي اليبي محمد المنفي الذي يزور يقوم بزيارة رسمية إلى تونس حتى تنتد حتى الحادي وثلاثين من مايو الجاري هذا وعقد مؤتمر صحفي مشترك كداخلاله الرئيس التونسي يدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية كذلك وقفها إلى جانب الليبيين لإعادة بناء مؤسسة بلادهم من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدعم التونسي للشعب الليبي مشيرا إلى أنه بحث مع الجانب التونسي التعاون الأمنية والثنائية في العديد من المجالات إلى العراق حيث أكد الرئيس برهم صالح أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل مطلب شعبي ووطني لا ينبغي التغاضي عنه وشدد صالح خلال مؤتمر لمنظمة المجتمع العراقي على أن الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة تحدياته الاقتصادية والأمنية كان مجلس الأمن الدولي قد صدق على تمديد مهمة بعثة المساعدة الأممية إلى العراق حتى السابع والعشرين من شهر مايو لعام الفين واثنين وعشرين أكلف القرار البعثة الأممية بمراقبة الانتخابات العراقية إلى ملف جائحة كورونا أعلنت فيتنام رصد سلالة جديدة من الفيروس أكثر قابلية للانتقال في الهواء وهي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية في سياق متصل أعلنت أفغانستان إغلاق المدارس والجامعات ومراكز التدريب الحكومية والخاصة في ستة عشر إقليما بينها كابل لمدة أسبوعين وفي مدينة فوانجو تشو جنوبية الصين خضع مواطنون لاختبارات الجماعية للكشف عن كورونا حيث تحركت السلطات للسيطرة على الارتفاع الأخير في الإصابات كما أغلقت السلطات أحد الأحياء المركزية وأمرت سكانه بأن يبقوا في منازلهم من جاهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأهداف السياسية تعرق لجهود الكشف عن مصدر فيروس كورونا شدد مايك رين مدير عام برنامج التوارئ في منظمة الصحة العالمية على أن العلماء بحاجة إلى المساحة التي تمكنهم من أداء عملهم لاكتشاف مصدر الفيروس كانت الصحة العالمية قد أصدرت تقريرا في يناير رجح انتقال الفيروس عبر الخفافيش مستبعدة أن يكون مصدره معمل في الصين أعلنت سلطات في النيجر أن وحدات من الجيش صدت بالأسلحة الثقيلة هجوما كبيرا شنت جماعة بوكو حرام على جانب من المدينة الواقعة في جنوب البلاد جانب ديفا وأوضح مسؤول أن القوات المسلحة وقوات الأمن ردت بنيران مكثفة على هجوم بوكو حرام فيما عدى الهدوء إلى المدينة البلغي عدد سكانها 200 ألف نسمة افراجة اندونيسيا عن نقلة ترفع علم إيران كانت محتجزة منذ يناير الماضي قال المتحدث باسم خفر السواحل الاندونيسي أنه تقرر الافراج عن الناقلة بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين دون أي غرامة في أفغانستان قتل ثلاثة وأصيب ثلاثة عشر أخرون إثر انفجار استهدف حافلة في ولاية بروان شرقي أفغانستان ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد يأتي ذلك فيما سلمت الولايات المتحدة إلى القوات الأفغانية مجمع كابل الجديد وهو قاعدة عسكرية رئيسة استخدمتها القوات الأمريكية ووفقا للبيانات التي أعلنتها القيادة المركزية الأمريكية فقد سلمت الولايات المتحدة رسميا حتى الأسبوع الماضي خمس منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية انطلق صاروخ من طراز سويوز الروسي حاملا 36 قمرا صناعيا جديدا لتوفير انترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم قالت وكالة الفضاء الروسية أن الصاروخ انطلق بنجاح من قاعدة فوسوتشيني الفضائية الروسية اشتركوا في القناة اخبار الرياضة اهلا بكم هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النادي الاهلي لتتوجيه بلقب كأس السوفر الافريقي للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل احرز محمد شريف الهدف الاول في الدقيقة السابع والخمسين ثم اضاف صلاح محصن الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثمانين ليحرز الاهلي اللقب ويرفع رصده من الالقاب القارية الى اثنين وعشرين لقبا وفي الدور الممتاز يستضيف طلاء الجيش منافسه سيراميكا كليبوترا في التسعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للبطولة وفي منافسات الامس لحساب الجولة ذاتها تغلب مصر المقاصة على غزل المحلة بهدف دون رد وتعادل المصري مع ضيفه وادي دجلة بهدفين لكل منهما اخيرا استعاد الاتحاد السكندري نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه اسوان بهدفين دون مقابل نتحاول الى دور يبطال يوروبا حيث يلتقي منشستل سيتي في التسعة مساء مع تشيلسي في المباراة النهائية على ملعب إلدواجو بمدينة بورتو البرتغالية وقبل ان اختتم هذه نشر مشاهدين الكرام جاءنا الان هذا الخبر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور أهل السعيد وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية ودكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير السيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تناول الاجتماع استعراض حالة دولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر ووجه الرئيس في هذا الاطار بتكامل الاستراتيجية الخاصة بتحلية المياه مع سياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه هذا إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو التحلية كذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعياً لامتلاك القدرة في هذا المجال مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في المجالات كافة ناتو الخامسة وهذا تذكير بأهم عنوينها خلال اجتماع وزرية الرئيس السيسي وجهه بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية في اليوم الدولي لحفظة السلام الأمم المتحدة تشيد بدور مصر كأحد أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام قتام نشرتنا الإخبارية نشكر لكم المتابعة دمتم في عمليات حفظ السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر